وفي ختام أعمال الملتقى أكد دكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أكد أن الملتقى ركز على العديد من المحاور التي تهم مراكز الفكر والدراسات حول العالم وتناولت مختلف القضايا والتحديات التي تواجه الدول والمجتمعات على رأسها القضايا الصحية وتعزيز مكانة المرأة بحمد من الله تم اختتام أعمال الملتقى العالمي لمراكز الفكر الذي ينضمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة الدراسات بالشراكة مع برنامج مراكز الفكر والمجتمع البنني التابع لجامعة بنسلفينيا الأمريكية هذا الملتقى الذي أقده عبره يومان ركزه في مركز على العديد من المحاور الرئيسية التي تهم مراكز الفكر العالمية شارك معنا نخبة من قيادات مراكز الفكرية أقديمية وعالمية من أربعون دولة وفي ختام اليوم الثاني شرفنا مع الوزر المالية والاقتصال الوطني الشيخ سلمان بخليفة في الكلمة الرئيسية تحدث فيها عن أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم ودور مراكز الدراسات في دعم هذه التحديات وخلص الملتقى اليوم بورغة ختامية قدمت العديد من التوصيات من أبرزها أهمية الدورة التي تطلع به مراكز الدراسات والفكر حول العالم في مواجهة التحديات التي تواجهها الدول في شتى المجالات وعلى رأسها التحدي الصحي وما يوكبه من تحديات اقتصادية واجتماعية وتعزيز دور المرأة في مراكز الفكر من خلال تدشين شبكة عالمية للمرأة في مراكز الفكر والدراسات سجل فيها 559 أمرأة من حول العالم يمثلون ما يزيد عن أربعون دولة حول العالم ونؤمن بنا هذه الشبكة التي تم ترشيناها في مملكة البحرين تستساهم من تعزيز الشراكات القائمة بين مراكز الدراسات ولكن أيضا من خلال ما توصل إليه المشاركون والمتحدثون في الجلسة الختامية بأن هذه الشبكة التي تم بنائها بين مراكز أقليمية وعالمية سيتم تعزيزها من خلال مأسسة هذه الشراكات بالتعاون مع القيادات التي شاركت معنا هنا المنامة وترسيخه كمؤسسة فكرية عالمية تعمل على بناء الجسور بين مراكز الفكر وبناء الشراكات المستدامة بإذن الله بعين الإعجاب والاهتمام الذي أبداه المشاركون اختتمت أعمال الملتقى العالمي لمراكز الفكر بعد أن بحث العديد من الموضوعات المهمة التي حضيت باهتمام المشاركين من أصحاب الفكر والباحثين من مختلف دول العالم الملتقى في غاية الأهمية لأنه بيجمع مراكز الفكر في العالم كله من كل مناطق العالم وده في حد ذاته تجمع ما بيحصلش قبل كده وهو جاي كمؤتمر نهائي لما مجموعة من المؤتمرات الفرعية التي عملت في المناطق المختلفة أهميته جاي من هذه التجميع اللي جاي في توقيت الكوفيد ناينتين والتداعيات بتاعتها وفيه احتياج كبير أن مراكز الفكر تدي رأيها تدلو بدلوها وتساعد وضع السياسات في البلاد المختلفة أنهم إزاي يتوجهوا للتحرك السريع زي ما احنا عارفين دايما وضع السياسات بيبقوا مجغولين بالحياة اليومية وببرامج حكوماتهم وفرصة أن يتعامل أبحاث وأن يبقى فيه تفكير لأكتر من كده برؤية أوسعة ساعة بتبقى محدودة وهنا دات دور بتاع مراكز الفكر الحقيقة تم مناقشة مواضيع عدة ذات أهمية يأتي على رأسها مواضيع السياسات الاستراتيجية وأيضا مواضيع الريكوفيري من حالة كوفيد والمتحور الجديد سواء تداعياتها أو أثارها على المجتمع وعلى الاقتصاديات أو كيف ننهض بالمجتمع للعودة للحياة الطبيعية وكذلك النهوض بمعدلات النمو الاقتصادية للحياة الطبيعية وآخرا وليس آخرا تم مناقشة موضوع مهم على مستوى المنطقة وأيضا على مستوى العالم وهو تمكين المرأة استمعنا يوم أمس حديث للزميلة هالة الأنصاري الأمينة العامة للمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين وذكرت العديد من الإنجازات خلال العشرين سنة الماضية تركيز وتأكيد كبير بيّنه الحضور على الدور المحوري لمراكز الفكر في دعم ومساندة أصحاب القرار خلال تعاملهم مع التحديات والأزمات من منطلقات علمية وبحثية سليمة سعدت اليوم صراحة بوجودي في هذا الملتقى المهم ملتقى دولي يكون في مملكة البحرين هذا يبين كذلك موقع المملكة وكذلك الجهود التي يبدلونها طبعا سعدت الأخ الشيخ عبدالله بن أحمد لإظهار المملكة والتواصل مع الجهات الخارجية بحيث أن مؤتمر أو ملتقى بهذه الأهمية يكون موجودة في مملكة البحرين طبعا ثينك تانك من الأمور التي ننظر لها أحنا شخصيا وأتوقع أن في مملكتنا عندهم اهتمام بأن تكون في مكان لتفكير في كيفية النظر للأمور المستقبلية لأن عندك عدة وجهات نظر فأنت تأخذ الأحسن منها تطور فيها فهي صراحة أنا بالنسبة لي كانت فرصة ممتازة بحضور مثل ما قلت أربعين ممثل لأربعين دولة في هذا الملتقى والنقاشات التي حصلت خلالها وايد أضافت لكل شخص موجود في هذا الملتقى سواء كان في كيفية تفكيره في كيفية نظرة المستقبلية في كيفية حتى أداء لعمله نشكر مركز دراسات على تنظيم هذه القمة وهذا الملتقى العالمي طبعا تكمن أهمية هذا الملتقى بتواجد ما يفوق أربعين مركز بحثي على مستوى العالم العالم الآن لازم يعرف دور مراكز الفكر الخليجية في دعم متخذي القرار في دولها فهذا الملتقى صراحة بعد جائحة كوفيد ناينتين كان توجه جميل أن كنت تجمع هذه المراكز الفكر وتشوف تجربتها في مختلف أنحاء العالم كيف دعمت دولها أو دائرة دعم القرار في دولها لإجراءات التي اتخذتها في تجنب جائحة كوفيد ناينتين إدراك مدى الحاجة الفعلية لتعزيز دور ومكانة مراكز البحوث والدراسات هو ما دارت حوله موضوعات الملتقى على اختلاف محاورها وتنوعها وتعدد الآراء العلمية والبحثية فيها ذلك هو الحصاد الذي جناه مركز دراسات من خلال تنظيمه لهذا الملتقى بكل احترافية واقتدار تجمع علمي وبحثي متميز وزاخر بالأراء والمخترحات التي حملها أستذتها من مختلف دول العالم ليدلو بها في هذا الملتقى العالمي الذي تحتضنه مملكة البحرين للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط إمانا منها لما لهذا المجال من دور أساسي ورافد محوري لدوائر صنع القرار في كل من المجتمعات والدول يحيى العمر لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البحرين